أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك اليوم أغنطرق الموضوع ديال الفضول الزائد والتدخل في شؤون الغير إلا بقين تذكروا كنا قلنا في حلقة سابقة أن هناك 6 مكونات للسعادة والتوازن ديال كل شخص وذكرناهم في حلقة بالضبط ديال عدم تضيع الوقت اهدرنا على المكون ديال الأهل مكون الصحة مكون الدين العمل ثم الزوج أو الزوجة والوقت التالي للأصدقاء وتطوير الدات الإنسان الفضولي طبعا ما عندوش وقت باش يهتم بهذه المكونات وما عندوش يعني اهتمام بالمسائل اللي غاد جبله السعادة والفرح فانتو خصو يتوقف مع نفسه ويدارك الأمر ويحاول ما أمكن أنه يركز في حياته الشخصية لأن هذا هو الأهم وهذا اللي غادي خليه إنسان ناجح أشكلكم على تتبعكم وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر